أهلا بكم كعادته كل أسبوع وخلال لقائه بالحجاج في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان دعا قداسته جمع الحاضرين من كل أرجاء العالم وخاصة القادمين من الأراضي المقدسة والأردن والشرق الأوسط أن نتذكر دائما أن الله لا يعاملنا بحسب خطيانا ولا يكافئنا بحسب آثامنا بل يدعونا لعيش الرحمة والشفقة مع الآخرين لأن أجمل تعبير للحياة المسيحية هو الرحمة وأن الحكيمة هو من يقبل الألم المرتبطة بالحب وأضاف قداسته قائلا أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداست البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا خاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى وللمتزوجين حديثا ولجميع الأشخاص المتألمين سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرنسيس في إطار تعاليمه حول التطويبات بحسب إنجيل القديس متى توقف قداست البابا اليوم عند التطويب الثاني طوبى للمحزنين فإنهم يعزون موضحا أنه قد يكون لهذا الحزن أو البكاء سببان الأول لموت شخص عزيز علينا أو لمعاناته السبب الثاني هو الخطيئة وشرح قدسته أن البكاء بسبب الخطيئة هو بكاء ينبع من شر صنعناه أو خير أهمناه أو لعدم أمانتنا في علاقتنا مع الله ودعانا قدسته إلى أن نتأمل في بكاء القديس بطرس الذي قاده إلى حب جديد صادق على عكس بكاء يهوزة الذي لم يقبل نفسه خاطئا فانتحر أكد البابا أن إدراك فحاشة الخطيئة والبكاء عليها هو نعمة من الله وهو عمل الروح القدس لأن أجمل تعبير للحياة المسيحية هو الرحمة ولأن الحكيم هو من يقبل الألم المرتبط بالحب لأن معه يستقبل الروح القدس المعزي أي حنان الله الذي يخفر ويصلح دعانا قدسته لأن نتذكر دائما أن الله لا يعاملنا بحسب خطايانا ولا يكافئنا بحسب أثامنا وأنه يدعونا لعيش الرحمة والشفقة مع الآخرين لنختبر هكذا وفرة محبته والآن تحية البابا باللغة العربية باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية كثيراً أرسلوا لعيشة تحيائية الإنسانين من المحاولين في العارب في الأسفل الوصول على عبا كذلك إلى أن نحن من الدراسات ودداناً على الجردون من الجديد من العربية العربية والأرضية واللغة العربية والألوا علينا وتحيانيا مع لدمذة الهدفة المحاولة يخيانيا تشتركوا في تشتركوا في تشتركوا في تشتركوا في القناة تشتركوا في تشتركوا في القناة